السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام أصبحنا كصناديق البريد المغلقة متجاورين ولا أحد يعلم ما بداخل الآخر وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع جونج وهو ماشي في السوق لوحده وفجأة بيقف قدام محل عام العروض وقرع الزباين المحل فيها جوائز فبيشترك فيها وبتنادي عليه هامي وهي البنت اللي بتعمل دعاية في الشارع للقرع وبتقول له انه كسب معهم ساعة من المحل بتاعهم ولما بتدهاله بيتضح انها ساعة حريمي فبتسأله اذا هو عنده صديقة او حبيبة علشان يهدها لها فبيقول لها انه مش مرتبط ولما بتركز في ملامحه بتكتشف انه هما الاتنين كانوا يعرفوا بعض في مرحلة طفولتهم وكانوا عايشين في نفس الحي وبتعرفوا باسمها فبيفتكرها وبعد ما بتخلص هامي شغلها بتتقابل معاه وبيحكي لها عن حياته وتطورات اللي حصلت فيها وانه خلص دراسته وبعدها اتجه لممارسة هويته في الكتابة فبتنبهر بيه وبتسأله لو اصبح كاتب رسمي فبيقول لها انه لسه ما وصلش للخطوة دي لكن بيكتب روايات وبيديها الساعة اللي فاز بيها من المحل اللي هي بتشتغل فيه فبتفرح بيها جدا وبتقوله ان دي اول مرة تلبس فيها ساعة بس بتقوله ان شكلها مبتزل قوي عليها وبتضحك وبيلاقيها بتطلب منه انهم يصهروا مع بعض بالليل فبيوافق وفي المطعم بتقوله هيمي ان حلمها هو انها تسافر لقرة افريقيا وهي فعلا خلاص مسافرة وبتقوله انها تعلمت التمثيل الايماني وهو انها تتخيل انها بتعمل الحاجة لنفسها فيها وتحس انها بتعملها بجد وبتديله مثال على تأشير ثمرت برتقال وبتمثله المشهد وبتقوله انها خلاص هتسافر وعايزها يقعد في بيتها علشان يهتم بالقط بتاعها مارجل لحد ما ترجع فبيوافق وتاني يوم الصبح بيكون رايح معاها بيتها فبتسأله هو عايش مع مين حاليا في مدينة باجو فبيقولها انه عايش لوحده لان مامته سابت البيت من فترة طويلة واخته تجوزت وكمان بابا متفرغ لرعاية المواشي لكنه بيقولها انه حصلت له مشكلة ولازم يرجع لهناك من تاني وبيلاحظ انها ما ردتش عليه فبيقولها انها مسألتوش عن طبيعة المشكلة اللي واجهها فبتقوله هيمي ان وارد يحصل مشاكل في اي حاجة وبيوصلوا لبيتها واسناء ما هم طالعين بتبصلهم واحدة ستة باستنكار لكن هيمي بتتجاهلها وبتطلع وبيطلع وراها جونج اللي بيعجب ببيتها جدا وبيقولها جميل ومنظم على عكس البيت اللي هو كان ساكن فيه وبيتفاجئ انها بتقوله انه قالها قبل كده انها بنت قبيحة فبيقولها انه مش فاكر قالها كده امتى لكنها بتقوله انه كان ده وقت المرحلة الاعدادية وانه عدت طريق مخصوص علشان يقولها كده ودي الجملة الوحيدة اللي قالها ليها طول المرحلة دي وبتطلب منه انه يقولها الحقيقة دلوقتي وهل هو فعلا شايفها كده لكنه مش بيرد عليها وتاني يوم بيوصلها بدري جدا لمكان الباص اللي هتركابه علشان تسافر وبعدها بيروح لبيته وبيعتني بنفسه وبالليل وهو نايم بيجيله مكلمة ولما بيرد محدش بيجاوبه فبيقفل وبعد ساعات بيتكرر معاه نفس الموضوع للمرة التانية وبيروح على البيت بتاع هيمي علشان يعتني بالقط بتاعها وبيدور عليه علشان يأكله لكنه مش بيلاقيه وبنعرف ان والد جونج متهم في قضايا وعليه احكام وده بيخلي واحد صديقه ينصح جونج انه يقدم طلب التماس رحمة للقاضي اللي هيحكم في قضيته وبيروح جونج من تاني لبيت هيمي علشان يأكل القط بتاعها لكنه ما بيقدرش يلاقيه وبيجيله اتصال من هيمي بتقوله انها في المطار وعايزة يجي يستقبلها فبيروح لها وهناك بتعرفوا على صديقها الكوري بن وبتقوله انه هما الاتنين كانوا لوحدهم هناك من الجنسية الكورية وبتقولهم كمان انها اشتاقت للأكل الكوري فبياخدها جونج مع بن وبيروحوا الاقرب مطعم وهناك بتحكي له هيمي عن رحلتها بالتفصيل وبعدها بتبكي لما بتفتكر شكل الغروب وانه بالنسبة لها اشبه بالموت فبيقول لها بن انه عمره ما بكى في حياته فبيستغرب جونج وبيسأله هو بيشتغل ايه فبيقوله ان كل وظيفته في الحياة هي اللعب لان حاليا مفيش اختلاف بين الشغل واللعب وبيكون الكلام غريب جدا على جونج وبيسأله بن عن اكتر كاتب بيحب يقرأله فبيقوله جونج بيحب الكاتب ويليام فولكنير فبيقوله انه فعلا كاتب عبقري وبيقوله جونج ان اللي بيخليه حب يقرأله هو انه بيحس ان كتاباته بتلمس قلبه وبتشبهله وبعدها بيرجع كل واحد على بيته وفي بيت جونج بيتكرر معاه موقف الاتصال المجهول وبيطلب من الشخص ان يرد عليه او حتى يعرفه هو مين لكن من غير فايدة وتاني يوم بيروح جونج العامه علشان يمضيه على طلب الالتماس الخاص بولده اللي هيقدمه للقاضي لكنه بيلاقيه مش موجود فبيطلع على مزرعة المواشي اللي والده كان بيشتغل فيها وبيطلب من زميله ان يمضيله الطلب ولما بيقرأ الطلب بيقوله ان الصفات دي ما كانتش موجودة في والده لكن مع ذلك بيمضيهوله وتاني يوم بيروح جونج يقابل هيمي في مكان عامه بيسأله لو هي مستنية حد فبيتشاورله على الإزاز ولما بيبص يلاقيه بين واقف بره ومعاه مكلمة فبيبان عليه انه متضايق ولما بيدخل بين بيقعد جنب هيمي وكمان بيمسك اديها علشان يقرأ لها الكف وده بيزيد من شعور جونج السيء ومع ذلك بيسكت وبيقول بين لهايمي ان جواها شيء مخليها مختلفة عن الناس التانية ولما بتسأله ايه هو الشيء ده بيقول لها انه تقلع على قلبها مخليها مش عارفة تستمتع باي شيء بتمرسه ومرارته مخليها حتى ما تحسش بطعم الاكل اللي بتاكله وانه مؤثر عليها لدرجة انها مش قادرة تعترف للشخص اللي بتحبه بمشاعرها نحيته فبيقول لها انها تخرجه من قلبها وانه هيساعدها في كده وكل اللي عليها انها تصق فيه وبيطلب منها انها تغمض عينيها وبيمسك ايديها ويلفها على ايده وفجأة بيطلع لها حجر وبعدها بيقول انه جاب الحجر من بره علشان يلعب ويخلي وقتهم ممتع اكتر وبعد فترة بيتقابلوا هم التلاتة في بيت بين وبيكون بيت فاخر جدا وفخم وبيدخل جونجي للحمام وهناك بيتفاجئ باكسسورات نسائية موجودة فيه على الرغم من ان بين مش مرتبط وفيهم بتقرر هيمي انها تاخد بين للحي القديم اللي كانت سكنة فيه في طفولتها وبتعرف جونجي بداه وبيتقابله مع بعض وبالليل بيقعد بين مع جونجي لوحدهم وبيقول له بين انه من زمان وهويته هي حرق البيوت المصنوعة من البلاستيك وبيعمل كده دايما على فترات مش بعيدة وبيقول له كمان ان البيت اللي اختار انه يحرقه المرة اللي جاية هو بيت قريب من بيته وهيعمل كده قريب وتاني يوم بيمشي بين وهيمي وبيودعه جونج والفترة طويلة بيستمر بحث جونجي عن هيمي اللي مش بترد على ولا مكالمة ليه ولا يعرف عنها اي حاجة من وقت ما كانت عنده هي وبين فبيقرر انه يروح لها مكان السكن اللي كانت عايشة فيه وهناك بيلاقي الست اللي بصتله وهو طالع معها بتسأله عن السبب اللي جابه مرة تانية فبيقول لها انه جاي علشان يأكل القط الخاص بهمي لكنه بيتفاجئ بيها وهي بتقوله ان تربية الحيوانات في المكان ده ممنوعة وبيدخل البيت بيلاقيه منظم وكأن مفيش حد ساكن فيه فبيرجع للمكان اللي عايش فيه وبيفضل يتطمن على البيوت البلاستيكية اللي هناك علشان يتأكد ان بن ما حرقش منهم حاجة وبيواصل بحثه عن صديقته هيمي فبيروح لها في مكان عملها وبيسأل عليها لكن بيقولوله انها بقالها فترة طويلة مش بتحضر وكذلك زميلها في كلاس التمرين بيقولوله نفس الكلام فبيقرر انه يدور على بن لعل وعسى انه يدلوا على مكانها الحقيقي لانهم بيتقابلوا كتير وفي يوم بيلمح بن قاعد في كافيه فبيدخلوا وبيقولوا انه ما حرقش حاجة من البيوت البلاستيكية زي مكان قايله فبيقولوا انه حرق واحد بالفعل لكن هو اللي مدورش كويس وفجأة بيلاقي صديقة جديدة دخل على بن فبيسألوا عن مكان هيمي وبيقولوا انه بقالوا فترة طويلة مش قادر يوصلها فبيقولوا بن انه هو كمان حصل معاه نفس الشيء لكنه مش بيصدقوا ابدا وبيقرر انه يرائب تحركاته لانه شك فيه وفي يوم بيتصل نفس الرقم على جونج ولما بيرد بترد عليه لأول مرة ست بتقولوا انها والدته فبيروح يقابلها وبتكون اول مرة يشوفه بعض من 16 سنة فبيسألها جونج عن بيت هيمي وهل هو موجود في بير ولا لأ فبيقولوا الام ان البيت كان فيه زمان بير لكنه جاف وما فيهوش مية فبيقول لها ان هيمي قالت له قبل كده انها وقعت فيه لكن الام بتقولوا انها مش فاكرة حاجة زي كده وكل اللي فاكراه ان كان فعلا فيه بير وبالليل بيكون جونجي مستني بن بالعربية في مكان قريب من بيته في وقت متأخر علشان يواصل مرأبته ولكنه بيلاقي اتصال من بن بيسأله فيه عن مكانه وفجأة بيلاقيه ظهر قدامه هو معاه على الخط وبيقوله ان شاف عربيته وعرف ان هو اللي راكبها وبيسأله بن عن السبب اللي جابه لحد عنده دلوقتي فبيقوله جونج ان عنده معلومات عن هيمي كان جاي يقولهاله ووقتها بيطلب منه بن ان يدخل معاه البيت ويركن عربيته في الجاراج بتاعه وبياخده على فوق وهناك بيقوله ان فيه مجموعة من اصدقاءه جايين يصهروا معادي الوقتي وهو هيكون سعيد لو وافق انه ينضم ليهم فبيوافق جونج وبيقف بن يحضر مستلزمات الصهرة في المطبخ وبيقف معاه جونج واثناء كلامهم مع بعض بيلاحظ صوت قط في البيت وبيلاقي قط جاي عليهم من جوه البيت فبيقول جونج البن ان القط ده ما كانش موجود عنده لما زاره قبل كده مع هيمي وبكل هدوء بيرد عليه بنه وبيقوله انه لقاه في الشارع قريب وعجبه فقرر انه يربيه في بيته لكن اجابته مش بترايح جونج بل بتزيد من شكوكه تجاهه في حل لغز اختفاء هيمي وبيطلب منه انه يروح للحمام ووقتها بيفتش في الاكسسوارات النسائية اللي لقاها عنده قبل كده وبيكتشف ان زاد عليهم اكسسوار جديد وهو الساعة اللي كان اهداها الهيمي لما قابلها وبيسمع صوت جرس الباب فبيتوتر وبيسيب الحاجات وبيكونوا اصدقاء بن وصلوا واول ما بيفتح لهم الباب بيهرب القط من البيت فبينزل جونج علشان يدور عليه ولما بيلاقيه بيناديله باسم مارجل وهو نفس الاسم اللي كانت هيمي مسامية به القط بتاعه وهنا بيجري عليه القط اول ما بيسمع اسمه فبيعرف ان في حاجة حصلت لهيمي على ايد بن وبيطلع يقعد معاهم في صهرتهم وبيفضلوا يتكلموا في موضوعات كتير زي صفات الاشخاص الصينيين وحبهم للمال ولكن جونج بيكون مش مركز معاهم وفجأة بيحسوا انه عاوز يمشي من المكان فبيخرجوا بيسيبهم من غير ما يستأذن وبيطلع وراه بن اللي بيقوله انه ما حكلوش عن الحاجة اللي كان جاي يقوله له عن صديق تهيمي فبيقوله جونج انه ما فيش حاجة تتحكي وبيلاحظ بن انه متدايق فبينصحه انه يبعد نفسه عن الشخصية الجدية اللي هو متقمصها ويحاول انه يستمتع بحياته لكنه بيسيبه وبيمشي وهو في حالة من الاندهاش ومش بيرد عليه وبعد تقديم طلب التماس الرحمة للقاضي بيتم الحكم على والده في كل التهم المنسوبة إليه بالسجن لمدة سنة وست شهور وبعد فترة مش كبيرة بيروح جونج يقابل بن في مكان بارد جدا الصبح بعيد عن عيون الناس وأول ما بينزل من عربيته بيطعنه عدة طعنات بتتسبب له في نزيف حاد لكن بنت بيقدر يجري منه وبيركب عربيته برغم حالة النزيف اللي هو فيها لكن جونج بيروح وراه وبيكمل طعن فيه لحد ما بيسحب روح وده لانه تأكد انه سفاح نساء ولما كان بيقوله ان هويته حرق البيوت البلاستيكية كان يقصد ان كل فترة بيقتل بنت ولما قاله ان الدور على بيت قريب منه كان قصده على كامي اللي قتالها بالفعل واحتفظ بالساعة بتاعتها عنده في وسط اكسسوارات كل ضحاياه وبيدخل جونج بنت في العربية بتاعته بعد ما بيتأكد من موته وبيخلع هدوم اللي عليها دمه وبيحطاه معاه وبيحرق العربية وبيركب عربيته وبيسيب المكان بعد ما انتأم لموت صديقته وبكده بينتهي ملخص في المينة النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل ملخصات HD Film